السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبسم الله والصلاة والسلام على رسول الله معكم وانت سحمد في هذا الدرس سندرس التمرين 7 من سلسلة التمرين 2 جيم اللي هي متاع جيب تمام وجيب الزاوية الباب التاني فسؤال السابع عطيك الرسمة هذه اللي هي دال را طا عطيك شن عندك البعد هذا 5 سنتيمتر والزاوية هادي 150 درجة والزاوية هادي 18 درجة وطول الضلع هذا 8 سنتيمتر كويس كل شيء مكتوب في الرسمة عندك هادي فشن يبي بطول الدلتا احسب الدلتا طول الضلع هذا دلتا فكويس احنا عندنا اول شيء احنا عندنا زاوية هادي وزاوية هادي بمكاننا نجيبه زاوية الاخيرة متاع المثلت هذا مجموعة زاوية المثلت قداش يساوه يساوه 180 درجة نحي منهم هادي الزوز يعطيني يعطيني الزاوية الاخيرة وهي 180 ناقص 150 زايد 18 يعطيني الزاوية هادي 12 درجة اذا كيف نطلع الزاوية الاخيرة وهي 180 ناقص مجموعة الزاويتين هادي يعطيك الزاوية الاخيرة وهي 12 درجة كويس نحن ننبه طول الزلع هذا فنستخدمه قاعدة الجيب قاعدة الجيب اللي هي جا 12 على طول الزلع هذا نحن نطلع قيمة التادال فالتادال نضربه الطرفين في الوسطين يعطيك شني اللي هي جا 12 في الثمانية جا 12 ضرب ثمانية على جا 18 انسيت ما سقطش الساهم هذا اذا القيمة بتساوي تادال تادال بتساوي 5.38 سنتيمتر طبعنا قيمة هادي 5.38 8 سنتيمتر كويس طلعنا القيمة هالي توايب المطلوب الثاني بمساحة الدال طار را دال طار بمساحة الكلية متاع الشكل كويس نحن نقدر نجيب اول شي المساحة متاع الشكل هذا قبل خلينا نجيب مساحة الشكل هذا قبل مساحة الشكل مساحة هو هو المثلت هو شوفيها هذا لا توازن نجيب مساحة مساحة دا طا تا مساحة المثلت هذا ما بتساوي بتساوي نص عندك ظلعين وزاوية ظلعين وزاوية نص نص في الخمسة فاصلة ثلاثة ثمانية في الثمانية في الجا في الجا مية وخمسين تعطيك مساحة المثلث دال طا تا مية وخمسة مية وخمسين مية وخمسين مية وخمسين تساوي 10.7.6 سنتيمتر مربع طلعنا احنا احنا شني اول شي مساحة الشكل هادا كيف نجيبوها مساحة الشكل هادا كيف نجيبوها مساحة الشكل هادا لنجيبوها زاوية معينة وهي نطبق بها كل شي نعفو ان الخط عندما تكون مكسومة حاجة عطيك هذه مية وخمسين صح الله وهذه معناها عندما يكون الخط كامل هذه مية وثمانين ناقص مية وخمسين يعني المكملة معناها تساوي هذي المكملة الى المية وثمانين لانا كلها من هنا تساوي مية وثمانين ناقص مية وثمانين ناقص مية وخمسين وهي 30 درجة وهي 30 درجة نجيبوها مساحة الشكل هادا مساحة لانا خلاص عندي ضلعين وزاوية مساحة التا را تساوي نص الضلع وضلع المكسام نص في الخمسة في الثمانية في الجاة 30 نص في الخمسة في الثمانية في الجاة 30 الناتج بيساوي عشرة إذن مساحة الشكل الثاني اللي هو تاراطا بيساوي عشرة سنتيمتر مربع كويس طلعنا تقول مساحة الشكل هذا وعندنا مساحة الشكل هذا إذن المساحة الكلية نجمع مساحة الشكل هذا مع الشكل هذا هذه عشرة نجمعها 10.76 إذن مساحة الكلية اللي يبيها هو اللي هي مساحة دلطا را بتساوي عشرة زائد 10.76 بتساوي قداش نجمعها مع عشرة فاصلة سبعة ست إذن الناتج بيساوي 20.76 إذن الناتج بيساوي 20.76 سنتيمتر مربع 20.76 سنتيمتر مربع المهم هذا هو بالنسبة للتمرين أتمنى تكونوا قد سفت معي في هذا الدرس على ملقابيكم في درس جديد بعون الله تعالى شكرا جزيلا على حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة شكرا جزيلا على Pipi